حملة مكافحة الفساد بالجمارك مستمرة والجديد خطع شوي هي جولة لتفقد أعمال إدارة جمارك مرفق بيروت أم في وزير المال علي حسن خليل بعد الإجراءات التي تخذت بتحويل المسارات جميع على المسار الأحمر أو مسار التفتيش المباشر مما أدى لشكاوة ببطء تقليص البضاعة وزيادة التكاليف اللي بيعتقد أنه بيقدر يلوي ذراع الدولي ويخليها تنكسر بأراراتها الإصلاحية فهو مخطئ اليوم بدي أعلن قدامكم أنه المجلس الأعلى للجمارك وإدارة الجمارك قدموا اقتراح لأولا الإبقاء على الخط الأحمر وخلق مسار جديد مسار اسمه بينه للاي المسار العشوائي بمواصفات لمجموعة من الشركات ضمن معايير معينة يعاد إخضاعها للأخضر ويبقى جزء منها خاضع للأحمر ويبقى جزء منها خاضع لخط آخر أيضا كل هذه العملية لتسهيل انسياب البضائع ودخولها إلى الأراضي اللبنانية وخروجها من الأراضي اللبنانية خلي الكشف عن أن بعض الشركات تصدر فوتير وهمية ودعى النياب العامة للتحقيق بالموضوع كما أكد على استمرار المصار الإصلاحي بالجمارك أطلق معهد باس الفلايحان المالي مشروع تنمية قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجال الصفقات العامة بالتعاون مع معهد إزاو بدعم البنك الدولي هالمشروع بسمح لها الشركات لتوسيع أعمالها مع القطاع العامة لتحسين قدراتها ترجمة نانسي قنقر